مكانة الشهداء ووجوب الأخذ بالأسباب الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن لله عز وجل عبادًا اصطفاهم وخصهم بالشهادة حيث يقول سبحانه وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليس أدعى للأمل في رحمة الله عز وجل ممن بذل روحه من أجل وطنه فينال مرتبة الشهادة وهي تجارة لن تبور يقول تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة والشهادة في سبيل الله تعالى أقسام أعظمها الشهادة في مواجهة العدو دفاعًا عن الوطن وابتغاء مرضات الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة من دموع في خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله وهناك ألوان من الشهادة لا تقل قدرًا ولا مكانة منها كل من استشهد دفاعًا عن مقدرات الوطن وعملًا على رفعته كالشرطي الذي يحمي دور العبادة والذي يحمي السائحين والذي يحمي الآثار فيستشهد بسبب إخلاصه في عمله وكل من على شاكلة هؤلاء فهو في سبيل الله تعالى كالموظف الذي يحرص على صيانة المال العام فيستشهد بسبب ذلك ومن قتل دفاعًا عن نفسه أو عن غيره أو عن عرضه أو عرض غيره أو عن ماله يقول صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد وللشهادة ثمراتها الطيبة منها أن الشهداء لا يشعرون بألم القتل يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة ويأمنون من عذاب القبر وفتنته فقد قال رجل يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ولا ينقطع عملهم الصالح أبدا يقول صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر ومنها أن لهم الحياة الأبدية التي لا مثيل لها يقول الحق سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ومنها أن الشهيد يبعث مكرما تفوح منه رائحة المسك يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يُكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يُكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك ومنها أن يبلغ طالب الشهادة منازل الشهداء وإن لم يستشهد على أرض المعركة يقول صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين إخوة الإسلام لقد عني الإسلام بالنظافة وجعلها ضرورة شرعية لحماية الإنسان من الأمراض والأضرار وهي صورة من صور الأخذ بالأسباب التي أمر بها ديننا الحنيف حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجز فينبغي الأخذ بالأسباب واتباع كل الطرق الوقائية والإرشادات الصحية والاهتمام بكل أنواع النظافة البدن والمكان والطعام والشراب يقول الحق شبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والطهارة نصف الإيمان قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وشرط لصحة كثير من العبادات قصص لا يقول تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَّرُوا كما حثن نبينا صلى الله عليه وسلم على الاغتسال في مواطن عديدة كغسل الجمعة والعيدين وأمر بطهارة الفم تأكيدا على نظافة الجسد ودفعا لأي رائحة كريهة أو ضرر قل أو كثر وعدم إيذاء الإنسان لأخيه الإنسان يقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وكما عني الإسلام بالنظافة الشخصية عني كذلك بالنظافة العامة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم طهروا أفنيتكم والأفنية تشمل فناء البيت وفناء المدرسة والمصنع والمتنزهات العامة كما تتسع لتشمل الطرق والميادين وغيرها فديننا دين النظافة والطهارة والجمال والرقي والتحضر وواجبنا أن نتعاون جميعا على كل خير نافع لكل الناس حيث يقول الحق سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اللهم ارحم شهداءنا وطهر قلوبنا واحفظ مصرنا وسائر بلاد العالمين ترجمة نانسي قنقر